بصراحة أنا أرفان منها ما تزعلش مني ليه؟ حفاهمك ليه؟ اكتشفت أن 75% من الناس اللي بتتفرج في قناة المتواحد فكرة مش عارفة هدفها إيه من اليوتيوب يعني أنا عملت مشاركة على قناة المتواحد فكرة وسألت حضرتك سؤال هل النجاح أسرع على اليوتيوب ولا على التيك توك واكتشفت أن الناس كتبة التيك توك بنسبة 75% وهنا سألت نفس السؤال مهم جدا هم الناس دول بالنسبة لهم النجاح إيه؟ هو أنت بالنسبة لك النجاح إيه؟ فهمني فهمني وقنعني النجاح بالنسبة لك إيه؟ مشاهدات أوكي يا عم روح تيك توك جاي تقرفنا في اليوتيوب ليه؟ متابعين أوكي يا عم تيك توك جاي برضو تقرفنا في اليوتيوب ليه؟ كده حضرتك عندك النجاح بالنسبة لك مشاهدات والنجاح بالنسبة لك متابعين صح؟ آه لأن النجاح بالنسبة لك مش أرباح لأن النجاح لو بالنسبة لك أرباح أكيد كنت قلت أن اليوتيوب هو النجاح فيه أسرع لأن تحقيق الربح فيه أسرع بكتير جدا أنت مفكر أن الربح من التيك توك لما توصل ألف مشترك وتعمل بس مباشر بس خد بالك أنت بتقعد منتظر كتير جدا في البس المباشر لغاية لما يجيلك الداعم حوضح لك كل ده بالتفصيل دلوقتي لكن اليوتيوب أنت بتحقق الألف مشترك والأربع تلاف ساعة مشاهدة وتبدأ تحقق أرباح من الإعلانات يعني لو جينا بصينا على خطم طاحت فكرة إعلانات صفحة المشاهدة اهو 464 دي من الإعلانات وليس من الداعمين الداعمين ليهم مقاييس مختلفة زي السوبر 44 دولار مع أنه كده أن فيه داعمين في اليوتيوب وفيه داعمين في التوك توك وحتكلم عن أنواع الداعمين بالتفصيل سواء على اليوتيوب أو على التيك توك بس قبل ما تكلم عن أنواع الداعمين محتاج حضرتك تغير وجهة نظرك أن التيك توك مش مقياس إطلاقا للنجاح علشان تكسب فلوس إلا في بعض الحالات الاستثنائية اللي حنتكلم عليها دلوقتي وإحنا جايين نتكلم عن أنواع الداعمين يعني مثلا أنواع الداعمين الدعم الخروف اللي هو بيريل على أي بنت مجرد ما تطلع لايب هو موجود يبدأ يدعم بقى خمسين في عشرين في تلاتين وأظن دا موجود أكتر على التيك توك لأن السن اللي بيعمل لايبات في التيك توك أقل من السن اللي بيعمل لايبات في اليوتيوب يعني حتى التيك توك السن بتاع قليل فهم بيحبوا البنات الفرافير فبيدفع وبيدعم أكتر في التيك توك هو دا مكانك لو عايز تطلع لايبات وتكسبوا الحاجات دي وترقصي وترقص وتلحدين وروح على التيك توك لكن اليوتيوب ما كانوا مش هنا قليل في سنة قليلة هو هدفه من الأساس أن هو يدعم علشان خطر حاجة محددة لو ما خدهاش مش حيدعمك تاني لو ما خدش الحاجة اللي انت وفروض تتهاله مش حيدعمك تاني هو خروف بس هو عايز هدف محدد الهدف دا مش لقاه مش حيبقى خروف وحيتحاول يبقى خروف حد تاني لأن الخروف ما بيعرفش صاحبه نيجي للدعم التاني الغني أصلا الغني اللي هو موجود غني كل ما نشوفك لايب يدخل وراح دعمك وده حصلت معا في جانتا نتوحد فكرة على فكرة ومش عايز أجيب أسماء يعني كان كل ما نشوفتنا لايب يدخل يدعمني أو جات في رمضان فترة طولة جدا كان بيجيلي كل مرة ده اللي فات اللي قابله كان بيجي لي مثلا 100 دولار بصورة شهرية حد يدعمني كل باللايف بطلعه 100 دولار يعني جات مرة أنك أبطت 1000 دولار من الدعمين بس متخيل 1000 دولار من الدعمين بس ده مبلغ كبير أيوة مبلغ كبير بس خد بالك ده مش دايم معاك مش فضيلك مش فضيلك مش حيكمل معاك النهاردة هو من فضيلك بكرة وهو موجود على اليوتيوب وموجود على التيك توك موجود في الاتنين نجي بقى على الدعم رقم تلاتة الدعم رقم تلاتة ده الدعم الكسيب اللي حيتفعلك النهاردة لألف دولار بس هو عارف إنه هياخد منك ألفين دولار يعني هيطلب منك النهاردة خدمة بكذا هيطلب منك حاجة بكذا هيطلب منك إنك تعمله حاجة بكذا يعني أنا عرف واحد صاحبي كان كل مرة بيطلع لايف وحد يطلع ديليه مية دولار في مية دولار في مية دولار في مية دولار اتصل بي وطلب منه خدمة خمس تلاف دولار ويقع السلامة يعني الرجل اللي دفعه كسب منه اضعاف اقسم بالله الضعف هو عمل ان هو بيدعمه بشكل مستمر لكن الرجل ده كاسيب هي دي مهنته ان هو يدخل لك النهاردة ويدحك عليك والله العظيم فيه دعمين كده هو بيقعد يكسب ثقتك 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 لغاية لما يروح يديك خزوق مغري تقعد طول عمرك تفتكر ان الوقت ده ده خزوق ميتغري وهتفتكر بيه طول عمرك هتفكر بيت امه والوقت ده نفخني وده الدعم هتلاقيه موجود موجود في كل مكان بس لازم تفهم ان الدعم ده هو مش دائم لأ ده الدعم ده بيجي بتعليمة فحتفضل طول عمرك ايه ده الرجل ده اعلم علي مش هتصق في اي دعم تاني وده هيخسرك كتير جدا الدعم الرابع الدعم الترويجي وده بتحصل في قنوات المتوحد فكرة كان فيه قنات عالمية كل مطلع لايف يدخل لاما يكتب لي كومنت لاما يديني اتنين دولار تلاتة دولار هو بيعمل ترويج لنفسه وعلى فكرة الدعم ده انا الفترة اللي جاية هستخدم الاسلوب ده مع القنوات التعليمية هتخل اروج لنفسي باسمي وانا بدعم اسمي يظهر كده وانا بدعم ادله خمسين جنيه في عشرين جنيه في كل لايف لأنا حابب ان انا اظهر وده دعم فاهم على فكرة بس يطلع ويدعم بمبلغ المبلغ ده مش واو وده دعم بعد ما يعمل اعلان علشان يظهر لالف واحد لا ده بيعمل اعلان علشان يظهر لي مية بس هو فاهم انه ده ترويج مش واو وعلى فكرة انا بحب الدعم ده لانا الدعم ده زكي جدا ماشي نيج بقى للدعم الخامس وده يخد بالك منه لانده اخطر واحد يمكن يسجنك وحصلت معايا في قناة المتواحد فكرة اول ما جيت من السعودية اول ما جيت من السعودية جال اتصال من واحد انا اعرفه اتصال من واحد اتصال مع بعض اعادنا دلوقتي انا ليه ناس من برا هيدعموا قناتك بمبلغ كذا وانت الفلوس دي هتدخل انت تاخد نصها وانا نصها عادت افكر في الموضوع ايه ده هو مين ممكن يعمل كده طب ايه هدفه من الموضوع يا ربي فكر كده معايا وقف الفيديو وكتب في الكومنت هاته هو ايه فكرته في الموضوع هو بعمل كده ليه عارف بعمل كده ليه هو عايز هنا يقنن الفلوس دي تبقى مقننة عارف ليها مصدر اكل عيش جام نين وده غسيل الاموال وده اللي بيحصل في غسيل الاموال يروح مليون انا عايز المليون دول فاسدين عايز اطلحهم بنص مليون بس نص مليون دول يكون ايه حقيين وليهم مصدر وليهم مكانة وطلعين من مكان ومعارفين جايين من اين من ايه لك هذا من قاتل المتواحد فكرة اللي عامل فيديو اللي كذا 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 وانا بخده من مدى صاحبي وعارف فلوسه لو جالي في الاخر هبقى مقننين ميقدرش يمسك عليها حاجة بس في الاخر انت فاهم من الموضوع ده موضوع ده الدعم ده هغسيل الاموال فعايز حضرتك تركز في الموضوع ده نيجي بقى للدعم السادس والاخير الداعم اللي عاوز خدنا وده بيحصل كتير جدا في المتواحد فكرة الفترة الاخيرة اللي هو قيمني يروح ده فالك ايه اتنين خمسة دولار عشر دولار انا متواحد قيمني ده عايز خدنا وخد بال حضرتك هو ده بيدفع مقابل خدنا ومستمر معاك ومكمل والدعم ده هتلاقيه موجود برضو على التيك توك الداعمين دولار حتى اليوم موجودة على التيك توك وموجودين على اليوتيوب بس خد بال حضرتك لو حضرتك مفكر ان التيك توك يتساوى اصلا باليوتيوب فانت بتحذر انت بتاخد مشاهدات كتير بس ما بتاخدش صده ربح انت بتاخد شهرة بس ما بتاخدش صده ربح ولازم عشان تاخد صده ربح تبقى شهرة قوي 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 انا عرف واحد صاحبي عنده تيك توك وتيك توك بتاعه مئة الف ما بيكسبش حاجة وعندي قناة بتاعتي دي صغيرة تحت بيير السلم مش معليهاش اي 30 لازمة عشرة دولار شهرين او طرش دولار شهرين او شهرين قوي قوي تبدل تيك توك بتاعي ابو خمسين الف بالقناة بتاعتك قوله لا انش ميشية لا ما ليه هو فاهم ان انا حفض الاخسب بشكل مستمر وهو عارف انه هو مؤقت امتى نبدأ نتكلم لما تيك توك يحول المشاهدات لها مشاهدات ربحية يبدأ يكسب منها اوكي انا معاك في الكلمة دي خصص محتوى خد بقى لك تيك توك فيه محتوى قيم على فكرة مش بس هز وسط لا فيه محتوى قيم وانستجرام فيه محتوى قيم وانستناب شاد فيه محتوى قيم ولكن اللي بيظهر والاكتر والرائج اكتر هو الوساخة اللي بدأت تبقى موجودة في الشورت زي الفترة الاخيرة على اليوتيوب ما تزعلوش مني يا بتكلم مع حاجة بكل امانة انا عارف انك ممكن تبقى واحد فكرة انه هارده شارب سوبيا والدنيا وعلق معاه وضربه في رأسه لا يا جماعة مش شارب سوبيا انا شاربه على الاسوس ومر فالمخ بالنسبة لي ضارب اللي هو انا لازم افهمك انها حضرتك لو اخترت التيك توك فانت لازم تعيد حسابات لو فكرت انك تختار اي حاجة غير اليوتيوب هي الانجح فانت لازم تعيد حسابات انك تكسب من الاعلان لكن انت اختار التيك توك انك تكسب منه ايه بتكسب منه تكسب منه ايه شهرة انت كده اشتهرت بالالفين مشاهدة انت خدتهم انا بنامت الفيديو اللي الطول بيجيب لالفين وخمس انت اشهرت بالخمس تلاف مشاهدة يا عم ودي اليوتيوب ممكن اروح لك عشرين الف مشاهدة فبيحاول على قد من يقدر يقنن الزيارات ويمسك الزيارات الوهمية ويمسك منشئ المحتوى المخالف ويديله على اقفاء علشان فاهم ان المعلن هنا محتاج قصاد اللي هو بيدفعه حاجة مردود ماشي مردود وخد بالك منصة التيك توك الاعلانية مش بنفس قوة منصة جوجل الاعلانية في اختلاف شاسع بين الاثنين حبيت اوضح لك اللي انا ممكن اقوله لك بشكل عام لان اتصدمت من الاستبيان استبيان بالنسبالي وبنوجة مظري صدمة صدمة كبيرة عيدوا حساباتك وحدد اهدافك وفهم النجاح بالنسبالك ايه لو النجاح بالنسبالك مشاهدات فاليوتيوب مش مكانك لازم يكون هدفك الاولاني انك تدي معلومة للي قدامك وعلشان تدي معلومة للي قدامك لازم تقدم محتوى الشهرة مش بالمشاهدات الشهرة مش بالمشاهدات والشهرة مش حاجة حلوة ابليس يعتبر من الملاكة المشهورين جدا ولكن اخرت النار ليه؟ تشهر بحاجة فزدة لكن حاول تشهر بحاجة قوية محتوى قيد او اتهز علشان قطر واحد دولار او اعتقص قدام قيمة افتكر دايما ان ابوك وامك هتفرجوا على اللايف اللي انت بتعمله او الفيديو اللي انت بتعمله لان فعلا اخوك الصغير بيتفرج وبيقلدك وشايف القيمة فيه يوتيوبر كتير جدا سابوا اليوتيوب واتجهوا للتيك توك وبدأوا يعملوا لايفات وفيه ممثلين كبار سابوا اللي هم بيعملوه في اشغالهم زي ايطي عاملوا غيرها وراحوا تيك توك وعملوا لايفات وقربوا من الحاجات دي بس في الاخر دول اللي بيستفادوا من الدعامين لان دول اصلا مشهورين والدعم لما بيلزق فيهم هو بيكسب لكن انت يلي محدش يعرفك هتفضل طول عمرك فقير شغال على تيك توك بقالك سنين ماخدش باثنين جنيه فلوس لكن لو عايز تعمل فلوس بجد فانت قدامك اليوتيوب كلام من القلب انا عارف ان ممكن يزععلك بس ده الفرق بين الداعم وبين منصة زي اليوتيوب اللي ممكن من خلالها تكسب فلوس من الاعلانات حيقولك الاعلانات حرام وفيها اغاني انت بايدك انك تعمل فلترة لأي غني موجود لأي علانات مخلة موجودة لكن الموسيقى بقت موجودة في كل مكان حوالينا الموسيقى بقت موجودة انت مش عاملها عشان قطل تهز الموسيقى بقت موجودة وانحنا في زمن الزمن ده بقى الاي اي بتاعه اصلا الوقت بينزل الوقتي بيغني الوقت بينزل وبطنمه بيغني اقسم بالله يعني بقى طبيعي جدا فانت حاول على قد ما تقدر تدي ايمانك انك بتقدم محتوى قايم وتبرد زمتك من اي حاجة مخالفة وتقول يا رب دي مهنة ما باشتغلها وزي ما في مهنة فلازم تعرف ان في حلال وفي حرام والحلال وبين والحرام وبين وانت لو تم حاجة حرام في محتوىك اصدق ان ربنا مش هاي بارك في اي فلوس لك بس لكن اعايز اقول لك اللي قدامك ده تجوز وعاش حياته وبنستطبه واشتغل واتعمله قيمة من اليوتيوب وانضرب بالجزمة لما تفكر ان هو ادخل تيك توك بدأت اشوف حاجات تشدني من اليوتيوب وتشدني من حياتي واشوف بينات بترقص وانا مسح تيك توك من عندي اقسم بالله مسح ليه ما يشرفنيش ان برنامج زادة شكرا